أصدر حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا في مياتي نصه بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم سلطاني رقم 41 على 2024 بإصدار قانون المحامات والاستشارات القانونية نحن هيثم بن طارق سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة رسمنا بما هو آتن المادة الأولى يعمل بقانون المحامات والاستشارات القانونية المرفقة المادة الثانية يصدر وزير العدل وشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفقة المادة الثالثة يجب على مكاتب المحامات والشركات المدنية للمحامات ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفقة ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحامات القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفقة على أن يحضر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة المدة الرابعة يلغى قانون المحامات المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق أو يتعارض مع أحكامهما المدة الخامسة ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضي ستة عشهر من تاريخ صدوره صدر في التاسع والعشرين من ربيع الأول سنة 1446 هجرية الموافق الثالث من أكتوبر سنة 2024 ميلادية نانزل